لما واحد يتقدم وينجح فيحط النجاح وصد الجواز لا فهنا النجاحات المتتالية حتى وإن كانت نجاحات قصيرة لها تأثير إيجابي جداً جداً على الحياة زوجية فبتبقى فرص اللي بيقدر يدير التعامل مع النجاحات بتبقى دي فرص عشان الحياة زوجية تتفتح عليها أبواب السعادة لأن النجاحات دي بتعمل إيه؟ بتحفز الزوجين إن هم يطلقوا أحسن ما فيهم ويبقوا حسين كده بالتقلق ويمكن شويتين تلاتة حسين بإن هم أحلى وأجمل وعشان كده بتبقى فرصة ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي تأيماً كان يتعامل مع الأوقات اللي فيها السيدة عائشة يتعامل ويحفزها ويؤكد على نجاحها مثلاً في الفهم فالسيدة عائشة مثلاً لما حد يتوفى من أولاد المسلمين تقول عصفوروا من عصافير الجنة فقال أوى غير ذلك يا عائشة صح كلامك صح فيأكد نجاحها فلما يتعامل مع نجاحها بهذه الطريقة أو هي تتعامل معها بنجاحها بأسلوب حسن ده يبقى فرصة لتدعيم العلاقة ولذلك النجاح بيرفع المناعة النفسية والمناعة النفسية دي هي اللي بتوفر لنا بيئة صحية هادئة للزوجين عشان يمروا بمرحلة النضج الطبيعية لكل زوجين فكل واحد بيحس بقيمة الآخر في الحياة لما يحصل هذا التعامل للرشيد مع نجاحات كل واحد والنجاح بيجي نتيجة على فكرة للطموح اللي بيعتبره الناس كل الخبراء بيعتبروا أن الطموح أحد أهم أسر السعادة الزوجية والطموح بالمناسبة قيمة ومعنى إيجابي بيحفز الإنسان على العمل والسعي المستمر وهو التطبيق العملي إن الطموح ده التطبيق العملي لحسن الظن بالله والأمل والرجاء وإحنا بنقول إن دايما الإنسان بيتردد ما بين الخوف والرجاء فالرجاء ده هو اللي بيعمل لدى الإنسان الطموح ده المصدر الرئيسي لطموح الإنسان لكن لازم كمان وإحنا بنتعامل معه نتعامل معه بتوازن ومن التوازن في التعامل مع الطموح أن إحنا نعرف إزاي ندير الطموح ومن أحد أهم أشكال إدارة الطموح هو إدارة الطموح وإدارة أولوياتنا في الحياة فالأسرة مثلاً أولوية وإحنا مش بنعمل من أجل العمل يعني إحنا مش بنشتغل من أجل الشغل لكن إحنا بنعمل من أجل غاية فمسألة إدمان العمل مثلا دي بتخرج الإنسان من حالة الاتزان فيبقى الإنسان لو أدمن العمل لا يكونه متزنا فيإدمان العمل مسألة تخرج الإنسان وبأكد على أن هي بتخرجه من حالة الاتزان وفي نفس الوقت اللي بيقتل طموحه وبيعيش بيعيش حياة صعبة شوية بيعيشه كأنه عنده شطر إنسان بيعيش بنص إنسان إنسان اللي من غير طموح ده سواء على فكرة كان ده رجل أو لا ست عشان كده بنقول لابد بشكل واضح التوازن ما بين العمل والنجاح وبين دورنا في الأسرة وده توازن من أهم التوازنات ويمكن فكرة إن الإنسان مخلوق ليه عينين وليه إيدين وليه رجلين عشان دايما يفهم إن فكرة التوازن هي إن يشوف الأشياء بأبعاد مختلفة ما نشوفش النجاح العمل هو أهم حاجة في الحياة ومش مهم الأسرة الأسرة تتحمل والأسرة تقدر لا لازم يكون هو متوازن في طموح ويبقى عنده طموح للأسرة زي ما عنده طموح للعمل عنده طموح للعمل زي ما عنده طموح للأسرة فأتل الطموح يوصل الإنسان إلى حياة باهتة لا فائدة منها وممكن يعمل كده بحجة إنه ما إيش عايز يأثر في البيت ويبسط الحياة الزوجية لكن السيدة عائشة كان في بعض الأحيين بتأتي الداجن فتأكل عجينة زي ما حكينا ففكرة التأثير في البيت لابد إن احنا نعيد النظر فيها لأن التأثير في البيت أمر نسبي وكثير من الأزواج فكرة التأثير في البيت لازم نؤكد لهم إن هي نسبية في واحد لو شاف مراته مش قادرة تنظف البيت ومسحة لإزاس كده فلا أطراب بيسمي ده تأثير وفي حد تاني لو رجع وملاقاش أكل في البيت ولقى زوجته تعبانة ومقاريفة يقول لها أهم حاجة نفسيتك وما يشوفش إن ده تأثير أو إن هي مثلا نسيت حاجة مهمة جدا 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 في العلاقة اللي بينهم بعض إنه طلب منها إن هي تفكر في موضوع مهم زي موضوع مثلا إزاي هيجددوا حياتهم مع بعض فنسيت فتقول له أنا نسيت والله فهو يرى مع إن ده معنى مهمة من بينهم ومن بين حياتهم ما يشوفوش تأثير لكن يشوفها إن هي مشغولة ومحتاجة تقلل للتشوش اللي عندها فالتأثير في كتير من الأحيين بيستخدموا على فكرة طرف من الطرفين إنما يكون هو مش في حالة اتزان يستخدموا عشان يتهم الطرف الآخر وساعات بيستخدموا الرجالة عشان يوقفوا وتحموح الستات في عمالهم وساعات الستات بتستخدمهم عشان تخلي الرجل يمشي في المسارة اللي هي رسمه له من إنه يفضل عبارة عن مكينة لجلب الأموال للبيت ترجمة نانسي قنقر